استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعيه اليوم الدعم الطبي لمصابي قطاع غزة حيث تم استقبال نحو 1043 حافلة بإجمالي 44065 مصابا من بينها 10730 طفلا وقد تم تطعيم هؤلاء الأطفال ضد الشلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والنكافة وشهد الاجتماع التأكيد على توافر أطقم طبية متخصصة في مختلف المجالات لتوفير أفضل استجابة طبية لمصابي القطاع وتستقبل مصر ما بين 40 إلى 50 مصابا يوميا حيث يتم توزيعهم على نحو 85 مستشفى وقد تم إجراء نحو 1562 عملية جراحية للمصابين هذا بالإضافة إلى الحالات التي تم إعدادها للسفر إلى الخارج وقد بلغت 1366 حالة